شهد منتدى شباب العالم إشادات دولية واسعة من زعماء ورؤساء الحكومات والمسؤولين بمختلف أنحاء العالم حيث انطلقت فعليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ونخبة من رؤساء وقادة العالم والشخصيات البارزة المؤثرة وفي إطار التقدير العالمي لمنتدى شباب العالم أثنر جورج فيلا رئيس ملتا على المنتدى باعتباره من أهم الفعاليات الشبابية العالمية لسيما في الوضع الحالي القاتم الذي تمر به الإنسانية وصفا المنتدى بأنه نموذج رائع لكيفية المواجهة العالمية للأزمات التي تواجه البشرية من خلال حوار شامل ومتنوع من جانبه أيضا أثنى إيفان دوك ماركيز رئيس جمهورية كولومبيا على منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة مواجه دعوته للقادة بالعمل للدفاع عن الشباب وحياة هذه الأجيال لبناء الحاضر والمستقبل ووصف ديدروس أدهانوم المدير العام لمنظمة الصحة العالمية منتدى شباب العالم كفرصة هائلة لتغذية الكثير من الأفكار وخلق مستقبل أكثر أمنا وصحة مشددا على ضرورة عمل الحكومات على بناء الشباب من أجل أن يلعبوا دورا محوريا في مجتمعاتهم فيما أكدت جايث ماوي كرامانعيكي المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشباب على أن منتدى شباب العالم يعمل على نشر السلام والتناغم بين الشباب من مختلف الدول موجهة الشكر لمصر على دعوتها للمشاركة وأشاد كلاوس يوهانس رئيس جمهورية رومانيا بمنتدى شباب العالم قائلا إن منتدى شباب العالم بات عنصرا مهما في حركة الشباب العالمية لأنه يمنح الشباب مسارا مهما للمشاركة كجيل فتي من جهتي أكد قاسم ماجاليو رئيس وزراء تنزانيا على دعمه لمنتدى شباب العالم لكي يكون منصة مستدامة من أجل الاستماع إلى كافة الرؤى ولينخرط الشباب في السياسات وجعل عالمنا أفضل ووصف أنخيل موراتينوس وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والممثل السامي لمنظمة الأمم المتحدة للتحالف من أجل الحضارات المنتدى بأنه فرصة ذهبية استثنائية للحوار مشيدا بتنظيم الدورة الرابعة من جهتها أعربت شما المرزوء المزروعي وزيرة الدولة لشؤون الشباب الإماراتية عن تقديرها للمشاركة ضمن فعالية الدورة الرابعة لمنتدى شباب العالم قائلة نحن هنا في منتدى شباب العالم لنزرع الأمل مجددا ترجمة نانسي قنقر